النهاردة بيحتفل العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد وهو مرض يسبب أمراض أخرى شديدة ومن أكثر الأمراض تسببا للوفاء لكن الحقيقة هنا في مصر الدولة قدرت أنها تكتب قصة نجاح كبيرة في مواجهة هذا المرض استطاعت الدولة في زمن قياسي أنها تتحول دولة كانت بها أعلى معدل إصابة بأمراض الكبد وتحديدا فيروس سي للإعلان من قبل منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن مصر دولة خالية تماما من هذا المرض شهادة عالمية نجحت مصر في القضاء على فيروس سي بعد مبادرة الرئاسة 100 مليون صحة والتي استطاعت الكشف على حوالي 60 مليون مواطن مصري ضمن مبادرات رئاسية عديدة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين ضمن استراتيجية عما هدفها بناء الإنسان المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر